اشتركوا في القناة 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 في هذه الشرابة أصبح العامل الخارجي استعمار لا استعمار الوفاء الوفاء يريد أن تنهض بأي وسيلة ممكنة و الدماغ لها حسب أنت في نفس الوقت لكي نحن بحل وقت و الدماغ لها تصفت إشارات عصبية لكي تنضي ولكن كان قوة الخارجية حبسها و من كثرة من الإشارة ترسخ وتصافت وتتعاود إلى حين القوة الخارجية بوحدهم يعني من فرض أنهم تتعاود يكون رد فعل تلقائي يترخوا للدين و تتلعب بوحدهم تحس بأنها قوة تتعاون ليس سحر و ليس عواضرة غيرها رسالة عصبية شكراً لكم يقدر نسنجوا واحد حاجة بسيطة لا يحتاجوا لرابط عجيب لكي نفهموا العلاقة بين تجربة و المثال الطائر على وشك التحليق هنا يقدر نقولوا العاملة الخارجية مع التوجدها و الكاترة ربما ستكون هي السبب الرئيسي كان هناك شيء يسمى استعداد نفسي استعداد المجتمع و الرغبة له يقدر نستفيد من الدروس التاريخية لكي نستفيد من الأخطاء والتجارب كيف كانت الناس كانت تجربة الأوروبية في هذا المجال المجال العلمي أوروبا لقيتها في عصر الظلمات كانت عيشة في مستنقعات القادرة الفعلية لأنها لم تكن ظروف صحية مناسبة لم تكن نظافة لم تكن التقافة سائدة و كذلك كانوا متخلفين إلى مختلف الأسعاد و من بين تجليات هذا التخلف أنهم لديهم خيارات لكي يحيدوا العطش إما الماء لم تكن في المياه كان في الميكروبات والأمراض كانت تنتشر بكل سهولة والخيار الثاني هو المشروبات الكحولية كانت عقم رأسها برأسها لا يوجد أمراض الأوبئة و بالتالي كانت الخيار الثاني هو السائد و كيف كانت تسنى من شعب الذين كانت معظم الوقت كانت العطش بالكحول لم تكن إبداع و لم تكن حركة التحرك فكري أو إبداع في هذا المجتمع كانت نقطة التحول لأخطراع القهوة وصل أوروبا القهوة لكي تغليل الماء تغليل الماء تقلد الجارات الميكروبات و بالتالي وعكس المفعول لكحول ينبع ويعطيك نشاطه الحيوية نقطة التحول الفاصلة بعد دخول هذا المشروب هو ظهور الفضاءات التي تشربها وهي القهوة الكوفي هاوس تشهرت في لندن كانت بضعة مئات منها في منتصف القارن السادس عشر وكانت هذا المقاهي تنوعين تخصصتها كانت مقاهي أدابية، فكرية، ثقافية، فنية، سياسية، علمية و أنا أركز على العلمي لأنه هو الموضوع في المقاهي العلمي كانوا يأتي الناس عامة الشعب كانت تنقشوا مواضيع العلمية ولد التقافة العلمية في متناول جميع ولو الناس مهتمين بموضوع يأتي العلماء الباحثين ونزلوا من الصوامع ونزلوا عند الشعب ولو كانت تنقشوا معجب المؤلفات وننقشوا نظرياتهم كانت بعض المرات يدروا محاضرات وكي تدخل المحاضرة لا تخلص شيئاً وتستفيد المعرفة العلمية المبسطة هذه كانت تربة لا تخلص شيئاً لأنها العلمية حسب ما يقول المؤرخون ونستفيد من تجربة في المغرب من نهار عقل نار يصنوا وكيناً 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 لماذا لا يوجد هذا المفعول الذي يدره في أوروبا يقدر الواحد يتصاب بالإحباط وكيناً لم يكن تدره وكيناً 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 لم يكن تدره هناك بعض المحللين وكيناً وكيناً أحد المقال في The Economist عدد 13 ديسمبر 2003 يتبع علاقة تقرأ المقارنة بين الذين تدره التدره والذين تدره هناك الرماعة كنت تشكلان وكيناً تتعاب المجالات وخصوصاً الناترنت يتعاب ونفس الأهمية وكيف كيف تدره المقاة فيها مستجدد المجالات في الانترنت، هناك شيء حاني و لحظي لحظة بلحظة، ستسمع المستجدات المجالات وبالتالي، ها هو البدل ويقدر عبداً يقول لكي حضر الانترنت في السلبية بزاف في حضر عصير من نوعين آخر في السلبية، في أفكار هدامة، في الناس خدامين، كينشرو، أمور في بجوج، في الناس خدامين الأفكار البناء والأفكار هدامة والإجابة في الانترنت هو أنه كوفر واحد الفضاء ما يسمى بالتدافع الإيجابي يعني كيكون ذلك التدافع ما بين القوى هدامة والقوى البناءة ماشي بحال لا بغتي تتناقش مثلاً الموضوع علمي ولا فكري في الفيسبوك بحال لا تنشق هو مثلاً ودخلت لهم بلاتي نقش الفلسفة ذي الكانت أو نقش تأثير ذي الأبحاث العلمية في علم الويرة على كشف مبكر على الفيروسات مثلاً شكراً يا إسمالك بينما في الفيسبوك كله كان ذلك الحرية وفضاء مفتوح باش تقدر تناقش أي حاجة وبالتالي إلا خسرنا الريهان دي القهوي راح باقي نريهان دي الفيسبوك ومليه كان نهضر على الفيسبوك وكان نهضر عليه بهذا التقيق لأنه كانت واحدة تجربة بدينها قبل أزيد من سنة مجتمع العلمي المغربي واحدة تجربة بتتعلم الفيسبوك انطلقت من صحاف الفيسبوك وللت موقع إلكتروني أول موقع العلمي الإلكتروني عربي في المغرب تقدم مشروع المعرفة العلمية مبسطة يناقشون نظريات العلمية ونشرحوا ونفنوا غلطات علمية موجودة ونفعلوا أمور طرفيهية في الجانب العلمي نتجنا واحد المجلة العلمية حالياً أسسنا جمعية مؤخراً وحالياً نفتح المجلة الأطفال بمشروع AMC Junior سنقوم بالمستقبل سنقوم بالمعرفة العلمية لنحاول أن نقرب المعرفة العلمية لهم بطريقة مبسطة وممتعة في نفس الوقت من اللي كان هضر على المجتمع العلمي مشيكي نقول أنه هذا النهضاء يقدر نديرها فقط في المجال العلمي بنفس الوسائل بنفس المقاومة اللي كان وبكفاءة ربما يقدر نديرها في مجالات أخرى مجالة الاقتصادية الفنية التقافية الاجتماعية والشكل الأهم اللي بغيتكم وبغيتنا جميع نخرج منها اليوم هو أنه بدل ما نبقوا قلسين ونضيعوا له وقت ماذا؟ هذا الكاس نسو عامر ولا نسو خاوي جيب اللي عندك لماذا ما قدتي؟ وعمر قطرة جوج قرعاء اللي عندك لكي لا تقول لك العام زين ولا العام خيب ولا مكفسة علينا تدير مبادرة شوفين كين النقص وحاول جهدك أنك تغطيك النقص وتسام في النهضة لديها البلاد شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر